رجعنا لكم تاني بعد المعلومة في الكابسولة الفقرة التانية عندنا وعايز بس عيد اللي أنا قلت في المقدمة إحنا ما بنجيبش حد إلا لازم نبقى مقتنعين بيه تماما عشان كده إحنا الفقرة بتاعتنا هنعرضها رحيكو دلوقتي الفقرة دي إحنا مقتنعين بيها تماما طيب تعالوا نخش في الفقرة على طول الفقرة دي ممناسبة برضو إحنا كنا قدمناها في السيزن الأولاني وكان لها صادق كواس جدا مع الناس وبتاعت الناس تتسائل إيه القصة طيب خلينا نعرف الفقرة التانية هنتكلم عن إيه وسعيدنا وسعيدك ويكون معنا في الفقرة التانية من بنامجنا النهاردة دكتور محمد الكامل اللي بدوري تنفيذ شركة ريكافري لخدمات الطبيعة دكتور محمد صباح الفول عليك صباح الفول إذا كده تعمل إيه دكتور محمد شركة ريكافري عايزين نقولي الناس تاني إيه هي المجالات اللي تشتغل فيها أو هي إيه هي الخدمات اللي بتقدمها للناس تمام خلينا يعرف حضرتك شركة ريكافري هي شركة شركة ذات مسؤولية محدودة شركة مسؤولة إن هي تقدم خدمات طبية منزلية متكاملة تمام يعني إيه؟ يعني كل اللي ممكن يحتاجه المريض في المنزل من أول التمريض المنزلي مساعد التمريض اللي هو محتاج إنه هو يبقى موجود فيه البيت تقديم الأجهزة الطبية اللي ممكن يحتاجها المريض من أول السرير لغاية أجهزة التنفس الصناعي لغاية المونيتور لغاية كل الأجهزة اللي ممكن إن هي تؤهل المنزل إنه هو يبقى مستشفى في البيت تمام وعشان نكمل الخدمة دي وتتميز الشركة أو المؤسسة عن بقية المؤسسات التاني كان لازم نكمل الخدمة دي عن طريق خدمة تانية بيحتاجها المريض في البيت تمام زي إيه؟ زي زيارات الأطباء المنزلي تمام في كل التخصصات زي زيارات الأطباء لجلسات العلاج الطبيعي اللي ممكن يحتاجها البيشنت أو المريض في البيت تمام زي التوفير كل ما يحتاجه المريض من أشعة من فحصات منزلية سواء كان الأكس راي، السنار، الدوبلر، رسم القلب كل دي حاجات أشعة وفحصات بيحتاجها المريض في البيت تمام عشان نجمل الكلام دوت كله احنا ممكن ننقل المستشفى للبيت خلينا أقولك على حقيقة احنا مرحبت عن اسم صحيتك سروتك تمام سروتك يا راح تتكلم عن حالة اقتصادية خلينا أقول هو ليه العيال يخرج من الرعاية في المستشفى ويروح البيت وريكوفري تتولى تكمل مع العلاج تمام هل ده هيبقى مفيد لي من حالة اقتصادية ولا لأ؟ أكيد خلينا أقول لحضرتك أنه هو دور شركة ريكوفري هنا هو دور مكمل للمستشفى تمام وعشان يبقى دور مكمل للمستشفى لازم يكون مؤهل أنه هو يقدم الخدمة دي بصورة متكاملة تمام بس عايز السؤال ده بعد ما عايزين نوصل حاجة للعيال أنا ليه؟ ليه؟ أفكر في أن أنا خلاص أسيب المستشفى ويروح البيت وهتكمل العلاج بتاعي بنفس السيستم مع شركة ريكوفري تمام في بعض الأحيان بتبقى إحنا خلاص أخدنا العلاجات ويه اتطمننا على العلامات الحيوية بالنسبة لي المريض دوت ويه محتاجين أن إحنا مجرد أنه هو ياخد حقنا يتعلق له محليل يغير على جرح طبعا المريض وأهل المريض مفيش عندهم البديل اللي يقدم لهم الخدمة الطبية دي في البيت إلى جانب كمان وجوده في المستشفى بيعرضوا لأي عدوى أو كده لأن المستشفيات ممكن تبقى مصدر للعدوى نقطة مهمة جدا تخفيف الحمل من على المستشفيات ليه؟ لأن إحنا عايزين أن إحنا نفضي أماكن الرعايات والأماكن للأقسام الداخلية للمستشفيات عشان تتسع لأي مريض تاني ممكن أنه هو يبقى موجود للمستشفيات بتواجه العيان أنا بيجي لكلفنات كتير جدا أن مرضى بيدوروا على سرير في الرعاية مش لقية أكيد كده بتحل المشكلة بالطرية مباشرة وبطرية غير مباشرة تمام خلي بالك لأن أنت النهاردة العيان بدل ما ممكن يقعد 15 يوم في الرعاية هو ممكن يقعد عشر تياما هياخد نفس الرعاية في البيت بل بالعكس أنت كمان شلت من عليه حياتة الانفكشن ده الانفكشن دي العدوى اللي موجودة في قوة ده الرعاية مهمة جدا ومنتشرة جدا ده دكتور الرعاية بيدي للمريض بتاعه حاجة اسمها بروفلاكسس حاجة وقائية من الأمراض أنا بس تأكيد لكلامها أكيد معلش هو أصلا هو أنا الشام ورحمس جدا للشركة فعايز أوصل للناس كل الحاجات اللي بتقدمها الشركة بصورة مباشرة أو بصورة غير مباشرة أنا عايز أقول لحضرتك أن الدكتور ذات نفسه بيبقى عايز المريض يخرج من الرعاية ومن المستشفى بأسرع وقت وفعض الأحيان بيبقى المريض أو أهل المريض هم اللي عايزين يعود والسبب اللي بيدفعهم لده هو مقدم الخدمة مين اللي هيقدم للخدمة دي في البيت تمام صح تمام طب خلينا نقول بقى طب إيه الحالات المرضية اللي ممكن للعيان ممكن يلجأ لها أو الشركة بتقدمها للعيان خدمة اللي هي بعد العمليات بعد العمليات العمليات الكبرى للصغرى أي عمليات أي نوع عمليات مجرد أنه هو أنه إحنا بنطامن على العمليات الحيوية للعيان دوت يقدر أنه هو ينتقل للبيت تحت إشراف طبي تمام بعد السكتات الدماغية وكده ممكن العيان دوت أنه هو يلجأ أنه هو لأ طب أنا بدل ما أنا قاعد في الرعاية لأ أنا أقعد في البيت وأخذ جلسات العلاج الطبيعي بتاعته واتسكي في حاجة معلش حاجة كامل حيك تحب أن ندخل من دخل من دخلات؟ أه تفضل فأنا طيب بصوا عشان اللي يحب يصفصر من دكتور محمد الكامل على أي حية خاصة بالرعاية الطبية المتكاملة لتقدمها شركة ريكافري ممكن يتواصل درجة مع البرنامج وفي آخر البرنامج هنسيه برضو لفنات دكتور محمد أي حد يحب يصفصر عن حاجة مع أنه أرقام ترفنات البرنامج 0-100-338-55-9-6 ياريت والنبي تنزله هنا على الشاشة أو 3835203 أو 3835201 بعد السكت الدماغية فضل أن تفضلنا عليش المسنين الناس اللي هم الكبار السن تمام بيحتاجوا لي خدمات بيدوروا على حد يقدم لهم الخدمة دي في البيت مضمون يقدر أنه يقدم الخدمة دي بصورة مستمرة تمام تأجير الأجهزة الطبية وتوفير الأجهزة الطبية عمل زيارات للأطباء في المنزل تمام ودية نقطة كبيرة بنقع فيها هو أن إحنا عايزين نروح نزور الدكتور في العيادة أنا ببقى حامل هم المريض وأهل المريض حامل هم المواصلات الوقت اللي هو اللي أنا بستهلكه لغاية ما روح ليه العيادة ووقت الانتظار لغاية ما خش للدكتور ووقت الرجوع كل دوت بيبقى فيه الحسبان أنت كمان متألف الحالات دي بتم محتاجها عربية أساعد كمان متنقلة بالضبط كده الجلسات العلاج الطبيعي ده جزء وحملة على العيان هو اللي بيحتاج جلسات العلاج الطبيعي دوت هو أصلا أنا محتاج أن أنا أوفر المجهود بتاعه صح عشان يقدر أنه هو يقوم بالتمارين مع الدكتور لما جي أنا أستهلك المجهود دوت في أنه هو يروح وياخد مواصلات ويروح للدكتور وينتظر في العيادة ده طبعا بيخفف من أو بيقلل من النتائج اللي دكتور العلاج الطبيعي عايز يحصل عليها دوت أكيد الكلام حريك كمان ده ممكن النهاردة وهو لو بينتقل من البيت للعيادة ممكن يتحرك حركة مش مظبوطة نخش في مشكلة تانية تمام إلى جانب طبعا الأشعة والفحصات الطبية كتير قوي بنبع عايزين حد كبير في السن أو حد عيان موجود فيه البيت عايز أعمل له إكسري عايز أعمل صنار عايز يعمل لرسم قلب ممكن عندك الشركة ممكن تعمل حاجات بزبط فيه الهزة دلوقتي بورتابول متنقلة نقدر أن احنا ننقل الجهاز ونطلع النتيجة في ساعتها والدكتور واقف بدل ما يضطر أن احنا ننقله برضو في بعض الأحيان فيه مرضى بيطلبوا عربيات إسعاف وبيطلبوا عربيات مستشفيات عشان ينتقل لمركز أشعة عشان يقدم يعمل أشعة أو يعمل أي فحصات طالبها الدكتور لكن كل ده نقدر أن احنا نوفره في المنزل ده باختصار معظم الخدمات اللي ممكن تقدمها الشركة لمريض هو في أمس الحاجة أنه هو يتقدم له الخدمة دي محمد حقيقك وانت بتكلم في سؤال قلمك قلت المرضى اللي هما كبار في السن في بقى الخدمات اللي ممكن الشركة تقدمها لناس اللي هما كبار السن أو الشيخوخة والله حضرتك أثرت نقطة مهمة جدا نقطة اللي هي كبار السن خليني أوضح لحضرتك بالأرقام كده أن تابع آخر إحصاء أو تابع آخر تقرير لجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أن فيه 6.5% من إجمال المصريين أكتر من سن 65 سنة 6.5% يعني 1 من كل 14 يتعدى سنه 65 سنة طيب على مستوى العالم النسبة دي بتصل لـ 11% 11% 11% يعني 1 من تقريبا من كل 10 النسبة دي متوقعة أن هي تصل لـ 22% سنة 2050 ما هو خلي بالك لأن الكيرينج عالي قوي فهتلاقي نسبة رفاق تقلت بالظبط كده الاهتمام بالصحة وكده وفيه تغير ديمغرافي أصلا على مستوى العالم واللي بيأثر في التغير الديمغرافي دوت أو التغير لطبيعة السكان ويه جنسهم ويه أعمارهم اللي بيأثر عليه هي نسب 3 عوامل هي نسب الخصوبة ونسب الوفاء اللي هي زي ما حضرتك تفضلت وذكرت في دلوقتي أنه هي بتقل نتيجة الاهتمام بالصحة إلى جانب كمان الاهتمام بالصحة كل دوت بيأثر على الارتفاع فيه نسب الأعمار بالنسبة للنسبة يعني هم دول هم دول أسباب الشخوخة ولا فيه أسباب تانية؟ لا بالنسبة لأسباب الشخوخة فيه أسباب كتير بيجي على رأسها هي تغير احنا عايزين نفرق بين الشخوخة وكبار السن يعني أصلي كلمة الشخوخة ده ممكن تطلق اللي هو عدى ل65 سنة صحك أنا؟ مضبوط صح كبار السن برضو بيطلق على اللي هو عدى ل65 سنة هل في فرق بين كلمة الشخوخة؟ هي تقريبا ما فيش حد فاصل ما بينه تمام لكن فيه أسباب أصلا بتؤدي إلى التقدم أو أن علامات الشخوخة دي تزن من أولها هي تغير بيولوجي بيطرق على الأنسجة والخلايا في جسم الإنسان لكن حتى ده اللي بيلعب دور أساسي العلاقة ما بينه وما بين ظهور علامات الشخوخة على الإنسان مش علاقة سبتة يعني إيه؟ يعني ما فيش خط سابت يقدر يقول أننا كل ما تقدم في العمر المفروض أننا أتعرض لأعراض الشخوخة تمام والدليل على كده إيه؟ الدليل أن فيه ناس سنهم 80 سنة بيتمتعوا بصحة قد تساوي شخص عنده 30 و40 سنة خليبا ما قد نجدين هتلاقي معظمهم في البلاد الأوروبية وفي الأياف عندنا تمام نتيجة اهتمامهم دي النقطة بقى اللي حضرتك أسرتها دلوقتي هي إيه؟ هي أن فيه عوامل تانية بتلعب الدور دوت في الشخوخة هي إيه؟ هي العوامل الصحية الاهتمام بالصحة إيه؟ الاهتمام بممارسة رياضة هي عادية الحالات الاجتماعية عادية الحالات الاجتماعية لأن كل فيه عوامل كتيرة جدا بتؤثر فيه أنه هو يبقى فيه شيخوخة خلي بالحضرتك التقاعد سن التقاعد من بعد سن الستين سنة بيعرض الرجل اللي هو بيتعدى سن الخمسة وستين سنة لمشاكل نفسية طبعا قد تؤدي بيه إلا أنه هو يدخل فيه مرحلة الشخوخة لا هو بالتأكيد هتؤدي بيه لكده أكيد عدم ممارسته للرياضة عدم ممارسته لهوياته خلو بقى كالرياضة هي أنا مش شرط أنه يروح صالة جيم ده هو لو نزل المشاة الصبحية عشر ده ربع ساعة راح اشترى الجرنان أو اشترى الفطار دي رياضة أكيد انعزاله بالتدريج عن الناس اللي هم اللي حواليه نتيجة مثلا وفاة حد من أقرب الناس ليه مثلا سواء حد قريب ليه أو أصدقاء أو كده كل دو يؤثر عليه أنه هو ممكن يدخله فيه مراحل شيخوخة تمام بسهو الموضوع كبير أكيد وعشان الموضوع كبير وتحس الحالة النهاردة سريعة تحس الوقت تجير بسرعة خلينا أسألك سؤال في الآخر طيب هو طبعا إحنا خلاك الموضوع ده محتاجين نعمل له سلسلة حلقات درده لأن فيه حاجة كتيرا وممكن نتكلم فيها إزاي أقل لنسبة الشيخوخة وإزاي أتعامل مع الحالات الحارجة وإزاي ألجأ لك خليه طب إيه سمع الاتصال ما بين المشاهد أو المواطن اللي بتفاجع علينا دلوقتي وما بين الريكافر فيه رقم تليفون وفيه صفحة طب ممكن تقول بالمناسبة لهم حافظه 031-3426-3 معلشي أخيك تقوله تاني كده 031-3426-3 وفيه من خلال الصفحة بتاعتنا على الفيسبوك وفيه من خلال الموقع بتاعنا على النت كل ديت والرقم ده بالمناسبة عليه واتساب السؤال الأخير أنتم موجودين في مين؟ موقع الشركة مكان الشركة في المعادي وبنقدم الخدمة ديت في القاهرة الكبرى كلها تديت بالقاهرة الكبرى بس أنتم محتاجين تتبسعوا أكتر أكيد إن شاء الله هنتوسع لكن خلينا إحنا مركزين وواخدين مراحل بحيث أن إحنا نقدر أن إحنا نقدم الخدمة بالصورة المطلوبة للمرضى اللي هما محتاجين للخدمة دا خليني أشكرك على الشركة وأشكرك على خدمات اللي أنتم بتقدموها للناس هما في أشد ليحتياج لهذه الخدمات خلي بالك أعتقد أن كل بيت فينا ممكن يعاني من هذه المشكلة ومكنناش عارفين الحل إيه النهاردة شركة ريكوفري اديتنا الحل وديتنا حل بسيط قبل مناسبة هيبقى الموضوع كمان يعنى عكس على حلقة اقتصادية بتاعتنا دكتور محمد توعدنا إحنا الموضوع محتاج أكتر من سلسالة حلقات ونتكلم في موضوع كتير أو بخصوص الشركة ريكوفري ولكن أنا دايما بقى في المعظيفي على أمل إحنا نتقابل تاني إن شاء الله دكتور محمد الكامل أنا بشكرك على الفقرة دي وعلى المعلومات وعلى الشركة بتاعتك ولك الخدمات اللي بتقدمها أعزائي المشاهدين في نهاية فقرتنا التانية بنشكر الدكتور محمد الكامل الموديم التنفيذي لشركة ريكوفر للخدمات الطبية ونتواصل مع الفقرة التالتة مع الضيف اللي أنا باستنى من الشهر للشهر الدكتور هاني فرج المشاري التبب والاقتصادي فاصل ونواصل ترجمة نانسي قنقر